دائما يظل أو دائما يظل النادي الأهلي هو نادي الأخلاق والمبادئ وحنفضل نشتغل بهذه الكيفية وبهذه الطريقة طول عمرنا مهما كانت الأسماء اللي موجودة أو مهما كانت الظروف لأنه في النهاية احنا بنتعلم من اللي قابلينا من سنة 1907 وحتى الآن عشان كده دائما بنقول أجيال بتسلم أجيال أول حاجة عايزة أتكلم فيها مع حضراتكم النهاردة وهو موضوع أحودي لحضراتكم لبعض نتائج اللي النادي الأهلي عملها مع النادي المنافس وحقول لحضراتكم ليه؟ يعني ليه أنا عايزة أوريكم أن احنا متفوقين النادي الأهلي يعني متفوق على النادي المنافس في كل شيء في كل الألعاب الرياضية أو حتى الأرقام اللي أنا حاجبها لحضراتكم حتبين لكم أنا عايزة أقول إيه بعد كده حنعرف الأول هو ليه؟ أو حنبدأ بكلامنا في الأول هو ليه خلال هذه الفترة المنافس بيهاجم التحكيم وبيناور ليه بالتحكيم؟ هو طبعا الأصل أنه هو عايز الاحتواء يرجع وأنه هو يقدر يكلم فلان ويرجع علان ولما يحصل حاجة يقعد يزعى لكذا ويعمل لكذا فبالتالي الناس تتهز وتبدأ تجيب له الحكام اللي هو عايزها والكلام اللي حضراتكم عارفينه واللي كان بيحصل السنتين اللي فاتوا مش كلامي بالمناسبة ده كلام هم اللي كانوا بيطلعوا يقولوا سواء لدلوقتي أو في اللجنة السابقة لأنه هو الاحتواء ده هو كان السبب الرئيسي في للفريق يتوج أو نادي الأهلي لا يتوج بالبطولات خلال المسلمين اللي فاتوا طيب طبعا اللي كان بيحتوي مشي عشان كده هو قال ان هو مش هيرجع تاني يعني فما نشوف عموما ما فيش مشكلة طيب والسبب التاني خدوا بالحضراتكم من اللي انا هقوله لأنه موضوع مهم جدا بص العصفورة هو ده المنطق اللي ماشي بيه أندية أخرى بص العصفورة ابعاد الجماهير عن النتائج اللي بتحصل للمنافس في الألعاب الأخرى والقطاع الناشئية يا عم إسلام انت بتقول ايه اللي انت بتقوله ده انت بتقول كلام من غير أرقام عدلاتكم عارفين عني كده أنا دايما اللي مرة أطلع أتكلم مع جمهور النادي الأهلي لأنه جمهور النادي الأهلي مش بيقتنع وخلاص لا جمهور النادي الأهلي لازم توري له حقائق علشان يقتنع بيها لأنه ده جمهور واعي فلازم تقوله الكلام اللي أنا هقوله ده هل الكلام اللي أنا بقوله ده صحيح ولا مش صحيح طيب خليني أعرض لحضراتكم حالا مش بكرة ولا بعد وحالا اكتساح وانا هسميه اكتساح لأن هذه هي الحقيقة اكتساح النادي الأهلي للمنافس في مباراة الألعاب الأخرى وحقول لكم إيه اللي بيحصل فريق رجال سلت النادي الأهلي بيفوز على الزمالك 92-64 في دوري السوبر حقيقة ولا مش حقيقة؟ حقيقة فريق رجال الطايرة رقم 2 فريق رجال الطايرة يفوز على الزمالك 3-1 في الدوري حقيقة ولا مش حقيقة؟ حقيقة فريق رجال الطايرة الأهلي يفوز على الزمالك 3-0 في الدوري مرة تانية حقيقة ولا مش حقيقة؟ حقيقة فريق سيدات سلة الاهلي يفوز على الزمالك 122-52 في دوري السوبر حصل ولا ما حصلش تسرحوا ولا ما تسرحوش تمام فريق شباب النادي الاهلي للكرة الطائرة 15 سنة يفوز على الزمالك 3-0 في الدوري فريق رجال تنس الطولة يفوز على الزمالك في البطولة العربية 3-0 فريق شباب النادي الاهلي للكرة الطائرة 15 سنة يفوز على الزمالك 3-0 فريق نشاءات النادي الأهلي للكرة الطائرة 14 سنة يفوز على الزمالك 3 واحد فريق سيدات طائرة الأهلي يفوز على الزمالك 3 واحد فريق رجال سلط الأهلي يفوز على الزمالك بنتيجة مش عارف كام في إياب نصف نهائي دوري المرتبط فريق رجال سلط الأهلي يفوز على الزمالك بنتيجة 71 و60 ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط فريق شباب السلة 16 سنة بيفوز على الزمالك بنتيجة 81-42 في إياب نصف دوري المرتبط وهكذا فريق شباب السلة الأهلي 16 سنة بيفوز على الزمالك بنتيجة 62-34 وهكذا أرقام كثيرة جداً الورق اللي أنا بعديه ده كله أرقام هذا قليل من كثير فهطلع أقولك إن أنا فاشل استحالة لكن هطلع أقولك إيه بصوا التحكيم في الكورة بيعمل فينا إيه بصوا التحكيم بيحصل معنا إيه على فكرة هتقولي طبما أنت أنا لما بطلع بقول إن أنا عندي مشاكل في كذا وعندي مشاكل في كذا وعندي مشاكل في كذا وعندي مشاكل في كذا ولكن مش هسيب حقي في التحكيم مش هسيب حقي في التحكيم لن أسكت على حقي في التحكيم لكن أنا عندي مشاكل في الناحية الهجومية بشوفها عندي مشاكل في ناحية الدفاعية بشوفها عندي مشاكل في خط الوسط بشوفها وبحاول أحله فبص العصفورة هذه هي الطريقة بص العصفورة ابعد العين أهم حاجة عن مين عن أعضاء مجلس الإدارة المشرفين على هذا الموضوع خلي بالحضراتكم من الكلام ده لأنه كلام مهم جدا جدا كل اللي مطلوب إن إحنا نتكلم بس عالتحكيم عشان هو نقول إن الفرقة بتاعتنا هم يعني نقول إن الفرقة بتاعتنا بتخسر علشان التحكيم والفارق النقاط وكذا والسحر والمش عارف إيه والبتاع وإنت كأهلي تعادلت في المباراة اللي بعدها سبحان الله لكن في النهاية عمرنا ما بننظر لهذا الشكل من الدحك عالدقون وبص العصفورة أنا بس حبيت أوري حضراتكم مثال صغير إحنا عندنا في قطاع الناشئين ستة صفر مش عارف ولا ستة واحد كسبنين كل المباراة اللي عندناها ضد نادي الزمالك في قطاع الناشئين يعني قطاع الناشئين ألعاب صلاة ألعاب كذا ألعاب مش هكلمكم عالكورة مش هكلمكم عالكورة أنا لسه كورة بعدين لكن أنا مش بتكلم عالكورة بقى إن أنا لسه أخد سوبر ضد الزمالك لكن أنا بأوري لحضراتكم إيه اللي بيحصل فأهم حاجة تبعد عينك عن اللي بيحصل في ألعاب الصلاة في الطيرة وفي السلة وفي كذا وفي كذا وفي كذا عارفين حضراتكم لو أي حد من المنافسين كسب هذه المباراة اللي احنا عملين نكسبه الفترة اللي فاتت دي والله العظيم الثلاثة حيتعمل فرح وأنا بأتكلم مع حضراتكم هون حيتعمل أفراح إحنا هنا بنعمل إيه؟ بناخدها نتيجة بناخدها نتيجة لأن الرياضة بتدعو لسمو الأخلاق وليس بهذا الشكل اللي إحنا بنسمعه للنهار قادي المباريات اللي اكسبها النادي الأهلي في كل على قد ما قدرت أجيب أنا الفكرة دي جات في دماغي من 3-4 ساعات فقلت للشباب حضروا لي الحاجات دي فقالوا لي يا كابتن على قد ما قدرنا نجيب ده من شهر 6 اللي فات لغاية دلوقتي أنا كنت ممكن أجيب لحضراتكم لكن أهم حاجة أن نبص العصفورة محدش يبص على النتائج دي لأن النتائج دي حتثبت فشل المشرف أو حتثبت فشل منظومة أن الأهلي بيكسب في كل حاجة فأنا بأتكلم في سلة وطيرة وقطاع ناشئين وكل حاجة الألعاب الفردية كلها والألعاب الأخرى الفردية وجماعية يعني وقطاعات الناشئين فزي ما حضراتكم شايفين وفريق أول زي ما حضراتكم شايفين مباريات بتكسبها كتير جدا جدا فأنا أعمل إيه؟ هتكلمك عن التحكيم وهخبط لك في التحكيم وهخبط لك في كلاتنبرج وهخبط لك في فلان وهخبط لك في إلان وحوالي كل بيحصل إيه؟ علشان في النهاية آه يعني محدش يبص بقى والجمهور ما يحاسبنيش كمجلس إدارة على كل الألعاب الفشل في هذه الألعاب فالحقيقة مهم جدا جدا نعرف لأنه معلش نا هعمل حاجة أنا آسف أن أنا هعملها اللي أمام حضراتكم دي إيه؟ تعال يا سامير اللي أمام حضراتكم دي إيه؟ خمسة جنيه مظبوط صح؟ خمسة جنيه هل ينفع أنا أطلع أقول لحضراتكم إن دي عشرة جنيه وحضراتكم تهزوني رأسكم وتصدقوا وتجدلني إن هي لا هي عشرة جنيه يعني دي خمسة تخيلوا حضراتكم دلوقتي أنا أطلعت وقلت لكم يا جماعة دي عشرة جنيه فلو حد جدلني وقال لي دي مش عشرة جنيه إسلام دي خمسة ههجمك وهحاول أقنعك إن الحاجة اللي ظهرت قدامك دي عشرة جنيه ده بيحصل بيحصل بيفكرني بالعلبة دي فيها إيه؟ وروني العلبة دي فيها إيه كذا فالحقيقة هو ده اللي بيحصل بالزبط الخمسة جنيه عشرة جنيه هي كده حتصدق حتصدق وأنا حقود أهزن منك حاضر صح؟ سلام صح هو ده اللي بيحصل خلال هذه الفترة هو ده اللي بيحصل خلال هذه الفترة إن أنا بقنعك إن النهاردة اللعبة دي بيأخدوا منشطاته بيشربوا مش عارف إيه ومش عارف إيه ومش عارف إيه بكرة ده أحسن ناس في التاريخ ده أنا اللي حيحصل غير كده الحقيقة حاجات غريبة جدا بنشوفها ده أحسن ناس في عارف إيه ومشتركوا في الوصفة ومشتركوا في القناة اشتركوا في القناة